سمح الفولي واليازمين على كل بيشاهدونا على قناة الصحة والجمال من برنامج حكوينا بالمصري مع ندا وهدى زي ما عودناكو ان كل فكرة من كل اسبوع بتبقى نتكلم عن حاجة مهمة وشايقة ومفيدة النهاردة الحلقة كوي جدا ركزوا معنا يعني كل ام وكل قب في البيت ينتبه لكل كلمة بتتقال في الحلقة بس قبل ما ننوح ونقول هنتكلم بايه تعالوا نرحب بزميلة الجميلة هدى تقديم مشترك ازاك يا ولو ازاك يا ندعم تمام الحمد لله انت الاخبار الحمد لله ربناي خليكي تمام تمام الحمد لله تمام الحمد لله النهاردة الحلقة ممتعة جدا وشايقة جدا قوية جدا وبصي هنتكلم فيها بصراحة وحاجة كتير فيها بس تعالي نطلع فاصل ونرجع نرحب بالدكتور كتير مننا بيردد لحديث قصاده عن التربية الجنسية وايه هي التربية الجنسية وازاي نتعامل مع ولادنا بخصوص التربية الجنسية طيب ابني سنه دلوقتي مش عارف مش عارف هادر هتعمل معه ازاي سن مراهقة او سن من تحت المراهقة فيه تلامس مع الام هو ليه بيعمل معاه كده طب فيه رغبة جنسية طب فيه حاجات انا مش قادرة اوضحه له طب ديه حاجة جواة القائل زي ما فرويد قال مبدأ اللذة كل ده هتوضحهن دكتورة ابتسام ربيع اخصائي صحة نفسية وارشاد اسري تعالوا نرحب بيها زيك يا دكتور اهلا وسهلا بيك يا نبي عامل ايه الحمد لله انا سعداء جدا بالحلقة وان شاء الله تكون حلقة شايقة جدا كالعادة ان شاء الله وانا اسعد ان شاء الله بإذن الله طيب سؤالنا النهاردة عن التربية الجنسية هنتعامل معه ازاي ويعني ايه اصلا تربية جنسية شوية ساعات كلمة التربية الجنسية بتيقى مختلطة فعلا على ناس كتير بس خيان نوضح ان كلمة تربية يعني احنا حاجة هتيبقى مختصة بالوالدين مع الولاد فاحنا بنتكلم في تربية جنسية يعني ام واب حيقوموا بالموضوع دوت مع ولادهم ان هم يبقى عندهم الوعي الجنسي والوعي الجنسي المقصود بي ان وعي بنفسي انا كولد وعي بنفسي انا كبنت ازاي احافظ على جسمي ازاي احافظ على حدودي ازاي انا اتعامل مع جسدي بكل احترام وكل تقدير في جميع اجزاء الجسمي فالموضوع مش بيبقى مختص بجزئية معينة زي ما فيه بعض الناس بتفكر يعني انا اقدر اقول ان التربية الجنسية لها علاقة بالسلفستين بتقدير الزيت او سلفا اوارنس الوعي بالزيت حلو او السؤال ده لان فعلا هي التربية الجنسية ليها علاقة بوعي بزيتي لان انا لما اكون انا كطفر عندي وعي بجميع اعضاء جسمي معادي الاعضاء الجنسية بتاعتي فانا في الاخر انا معنديش وعي مكتمل كلمة الوعي الزيتي برضو انا لما اكون مش عارف ايه اللي بيحصل لما ابتدي اخش على البلوغ انا مش فاهم ايه اللي بيحصل جوايا ولا فيه حد تكلم معايا من امي او ابويا فانا ساعات باطلق باطل ساعات بحتار انا ايه اللي بيحصل جوا جسمي فده وعي بذاتي بيقل وممكن اشك وممكن اخاف من نفسي وممكن اخاف من بعض التطورات اللي بتحصل وافكر في نفسي غلط فلوعي ذاتي ليه علاقة جدا بجميع الوعي الجسماني والجنسي والنفسي والفكري والعاطفي امتى نبدأ الوعي دكتورة يعني امتى ابدأ مع بنتي او ابني ان انا اقعدهم كده وتكلم معاهم عارف ان السنة ده هو السنة المناسب للكلام في الموضوع ده طيب خلينا نقول ان مهمة قوي نبقى حطين في دماغنا ان التربية الجنسية او الوعي الجنسي عند ولدنا مش هيتم في قعدة ولا هيتم في سن معين فاحنا من دي وان انا ربنا اديني طفل سواء كان ببنت او ولد بيبدأ التربية الجنسية من ان انا ازاي اتعامل مع ابني بكل احترام بجميع اعضاء جسمه ان انا ازاي لما اجي اغير له البامبرز او ابتدي ان انا عايزة يعني بقى فيه خصوصية لجسمه ان انا ما يكونش قدام الناس فانا هنا دي تعتبر تربية جنسية دي بحافظ على ابني ان هو ما يكونش قدام الناس كلها ان انا بغير له ان انا بردعه قدام الناس ففي حدود بتاعتي وبتاعته بتبقى شيء خاص بيننا فهنا بتبدأ الوعي الجنسي عند الطفل ان يعرف ان انا مش مبايح كده او مش مبايح ان كل الناس بتتفرج علي يبدأ ابني يكبر يبدأ ابني ان هو لما ييجي يعمل يتعود على البوت ترينينج بقى وهو يعد ازاي يعمل لوحده ان انا ازاي بحافظ على دي ان هو يكون لي خصوصية ما يكونش في وسط الناس ما يكونش ان انا بقلع له هدومه او بغير له برضو هدومه قدام الناس ان هو يحس ان انا بحترم جسده مش بقوله على المكان ده لا كخ ده كده عيب مش حاسس ان فيها كخ وعيب والكلام اللي احنا سعاد ممكن نقوله لولادنا فدي تعتبر تربية جنسية ابني يكبر شوية يبدأ يتلامس مع اعضاءه الجنسية ما مضربوش ما هنهوش ما حسسوش ان هو بيعمل حاجة غلط ومصيبة كبيرة فابتدي اقوله لا الاماكن دي حساسة الاماكن دي خاصة ما ينفعش ان احنا نحط ايدينا في المكان ده وبكل حب وبكل فهم انا ببتدي اعمل وعي جنسي عندي ابني مع تطور ابني في الزمن وكبرانه انا ببتدي اقول كلام اتطور انا كمان او انا كمان بتطور معي وبقول معلومة في معلومة في معلومة لكن ابدا مش هينفع ان انا ولادي وهم داخلين بقى سنة المراقة هروح مع اعداهم قاعدة وقولهم تعالوا بقى احنا عايزين نتكلم النهاردة في التربية الجنسية او الوعي الجنسي ساعتها ان حضرتك وتتكلم عن الوعي مع زميلة العزيزة هودا ففي سؤال خطر في غالي دلاتي فرويد كان بتكلم على المراحل لكل مرحلة مننا بنمر فيها بتربية الجنسية لما تيجي يا دكتور بقى نبتديها من سنتين بعد كده ست سنين وبعد كده عشر سنين عايزين نمسك كل مرحلة الدنيا بتبقى ماشي معنا فيها يمكن ده انا وضحت شوية في السؤال اللي قبلها اننا كل مرحلة من مراحل تطور ولادنا ببتدي احط معلومة المهم اهم حاجة عندي في الام وفي الاب ان مبقاش مخضوضين اوي او عندهم تخوفات من اي حقات او كلام في الجنس يعني هو اهم حاجة ان انا وصل لابني ان انا مفتوحة في الحوار معاك ان انا عندي مرونة ان احنا نتكلم في كل حاجة ان انا مش قلقانة ان انا مش مكسوفة ان احنا ما عندناش تبو ان احنا مش هنتكلم فيه وده كلام معي بنتكلم فيه ولما تكبر دي بقى حاجة مهمة قوي لما تجبر هبقى تكلم معاك لما تجبري هبقى رد على سؤالك يعني السؤال الولد الصغير دي احنا جينا منين يا ماما جينا ونهزر بقى وفي بعض الآباءت زمان بقى يعني ان شاء الله انا يعني اشعر دلوقتي ان فيش حد بيقول الكلمة دي لقينك على باب جامع جيبنك من السوبر ماركت ما بنبقاش وعيني الكلام اللي زي ده لما بتقلل الاطفال ان ممكن الطفل يسدق ما كانش فيه توعية زمانية يا دكتور يعني بعض العادات والتقاليد اللي تربينا عليها ما ينفعش ان احنا نتكلم في الحاجة دي لكن مع الوقت والدراسات والابحاث وان احنا كبرنا وبقينا نقرأ وعايزين نعرف فبقى فيه فضول بقى فيه اللي هو وعي زي ما احنا بنعمل دلوقتي وغيرنا بيعمل فالفكرة دلوقتي ان زمان غير دلوقتي في اختلاف الثقافات زي ما حضرتك دايما بتقولي طيب هو دلوقتي اللي بيشوفنا كل الفئت ممكن اللي بيشوفنا يكون عنده وعي وعنده فكر في الموضوع مثلا المدن اللي هي الأرياف الكرة اللي هي الأرياف او اللي هو مثلا فيه كرة في السعيد عندهم الحاجات دي تحفظ جدا ما بيتكلموش في الحاجات دي فاحنا نوعيهم ازاي هي خلينا هو يتكلم مع ابنه او بنته ازاي وما تنسيش انه بيجي في فترة فيقولك الزواج المبكر وبتدخل على الزواجه ما يشعر في اي حاجة انا عايز اتكلم في ادق ادق التفاصيل في الحاجات دي طيب خلينا نقول أن التربية الجنسية هي زي ما قلنا مشوار وما بيش بينتهي عند كلام محدد أنا خلصته مع ابني ولازم أنا أكون وعيا كأم أو كأب نتائج التربية الجنسية دي لما أنا وعي ولادي في النواحي دي هيبقى في المستقبل شكلهم عامل إزاي ولو أنا فعلا زي ما أنت بتقولي أنا ما تكلمتش خالص وقفلت على المواضيع دي ومش هينفع نتكلم فيها وفجأت بعد كده بنتي بتتجوز أو ابني بيتجوز لما تكبر وتتجوز هتفهم هتفهم أو لما يبلغ هيبلغ بكرة يبلغ زي ما إحنا بلغنا مشكلة دلوقتي إحنا في زمن وعصر غير زمان خالص ولازم إحنا نخط في دماغنا ده سواء كنا في كرة أو في أرياف أو في الصعيد دلوقتي في حاجة اسمها معينا سمارتفون يعني الموبايلات اللي في إيدين ولدنا دلوقتي في إيديهم حاجة لو إحنا ما جاوبنا هاش وإحنا اللي علمنا لولدنا في حاجات تانية ابني هيتعلم والمشكلة أنها يتعلمها عن طريق الغلط أو عن طريق إن هي أزيد من المتاح إن عقله يستوعبه فأنا لازم أكون أنا المبادرة كأم أو كأب إن أنا الأبادر بتقديم المعلومة ده هينعكس على صحتهم الجنسية فيما بعد في العلاقة الزوجية يعني البنت اللي حصلها إعداد وحصلها تواصل مع الأم بالذات في الجزئية دي هيبقى عندها أمان جنسي وإن هيبقى عندها حتى لو قابلت مشاكل في علاقتها الزوجية مش تبقى عندها تخوف إن هي ترجع لأمها وتسألها وتستشرها لأن أنا بيمر علي في الاستشارات ناس عندهم مشاكل في العلاقة الزوجية وقعدت معيهم سنين ومحدش يعرف عنها حاجة هما وزات نفسهم مش عفيني يلجأوا المين وبتبقى ماما آخر حد هلجأ له ليه طب ليه ماما آخر حد هلجأ له لأن فيه حاجز فيه حاجز فيه جدار لا أكسف إن أنا أتكلم مع ماما في حاجة زي دي طب من أنت قاعدة بمشكلتك دي يعني الكسوف هيمنعنا من حل مشاكلنا فأنا ما بيكون عندي ابني وعي وعندي بنتي وعي أنا بهيئهم لعلاقة زوجية إن شاء الله تكون فيها وعي يعني أنا دايما أنا أقول كلمة وعي دي المفتاح السحري لمشاكلنا وحل مشاكلنا كلها حتى لو أبن مشكلة في العلاقات طالما أنا وعي هعرف إزاي إيه الطرق اللي أنا هعرف أحلي بيها المشكلة بتاعتي لكن لو أنا جهلة عنديش المعلومة للأسف هخبط والتخبيط ده بيجي على حساب العلاقة وعلى حساب احترامنا لذاتنا واحترامنا للآخر يعني أنا قدر أقول إن التربية الجنسية شيء مهم جدا لأنا لازم مع وعي وأتكلم فيه آآ أقدر أقول إن هو مهم جدا 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 لإن عدم الوعي في التربية الجنسية عمل لمشاكل تانية دلوقتي إحنا بنقابلها في موضوع الإباحية يعني إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا جدا دلوقتي مع الأطفال مش مع الكبار في موضوع الألعاب الفيديو جيمز اللي بتحتوي على مشاهد فيها مشاهد سيكشول كاملة فأنا لو ما كانش عندي ابني وعي وكان فيه بينا حوار ابني لو شاف حاجة زي دي في سن صغير عن طريق لعبة ابني هيحصل له مشاكل فيه ما بعد مش هرجع يقولي مش هرجع يقولي تخوفاته مش هرجع يقولي صحبي في المدرسة وراني حاجة غلط يا ماما وأنا محتاج أفهم منك أو محتاج لك يا بابا أنا محتاج أعرف منك فعايز أقول أن أيوة نتيجة التربية الجنسية نتيجها الإيجابية على أولادنا هتختلف كتير لو هم فعلا جاهلين بيها طيب إحنا بنتكلم دلوقتي معظم الأبهات والأمهات دلوقتي في البيت في منهم تفكيرهم اللي هو إيه مشدد شوية وعقيم شوية اللي هو إيه سمع الحلقة فالتصرف تلقائي دلوقتي هيبقى مع ابنه مفيش نت مفيش تليفون مفيش 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 أنه هو بقى إيه أنت كده فاكر أن أنت بتحافظ؟ لا هو أنت كده مش بتحافظ هو كده بيزودها فوجهة نظر حضرتك في الموضوع ده هتبقى إيه؟ وهتوصل الصورة الزي لو حد فعلا يتعامل بنفس اللي أنا بقوله دلقصة طيب يمكن مش لو شاف الحلقة يمكن لو شاف ابنه بيتفرج على حاجة أو بنته بتتفرج على حاجة أو فيه بنته بتكلم حد لا هو مش هتسمح هي أن هي تخلي باباها مثلا يشوف حاجة زي كده ولكن هو لاحظ حضرتك من إنك بتتكلمي فالكلام بقى إيه؟ دخل في زينه فاللا آه لا أنا دلوقتي بقى أسحب النت وأسحب التليفون منعا للمشاكل اللي هتقابدني بعد كده فالدنيا تبقى ماشي معنا زي لا هو مش هينفع نسحب النت ولا هنسحب الموبايلات دلوقتي تلقمها في إيدين ولادنا لكن نقدر نقول لأنا كوجبي كولي أمر أو أن أنا كوالد أن أنا أقنن استخدام الموبايلات في إيدين ولادنا وأطفالنا بزدات لازم يكون مقننة ليس حاجة أسمع أن تليفون في إيد ولادي طول النهار أو طول الليل سهرانين عليه أو حتى لو بيلعبوا فيديو جيمز على الكمبيوتر أو أي شاشة لأن دا ليها تأثير على عقولهم وعلى أفكارهم وعلى صحتهم النفسية والجنسية لأن أنا مش ضم إيه الحاجات فيه ببس يعني فيه إعلانات بتخش جوه الألعاب حتى لو الألعاب مش بتحتوي بس فيه حاجات مشاهد لا تليق أن ابني يتفرج عليها وأن هو ما يكونش تحت عيني برضو يعني أن أنا أكون مستعدة لو ابني شاف مشهد زي دا أنا هرد عليه أقول له إيه لكن أنا أسحب منه الموبايل أو أسحب الإنترنت طيب ما هو هيتفرج بره يعني أنا مش باحمي ولادي أنا مش باحمي ولادي لو أنا فعلا حفزت على كل حاجة في البيت أنا لازم أكون حاطة في دماغي أن المجتمع دوتي يبقى مفتوح يعني لو أنا فعلا عاملة كل حاجة في البيت ومشددة على كل حاجة ابني ممكن يتعرل دا بره البيت فأنا لازم أكون مستعدة دكتور ممكن نقول إيه الأخطاء اللي ممكن تقع فيها الأب أو الأم أو الأهالي عمتا ممكن تكون جدة كمان يعني مش أب وأم بس مش بنحاصرين في أب وأم إيه الأخطاء اللي بنقع فيها فعلا وإحنا مش وغدين بنا أو إحنا فاكين دا صح أو إن أنا فاكرة أنه لا هو دا اللي يتعامل بس هو دا فعلا غلط وإحنا مش عارفينه يعني ممكن زي إيه مثلا أخطاءنا في التربية والأخطاءنا في الوعي الجنسي في الوعي الجنسي في الوعي الجنسي إن أنا مثلا لو شفت طفل صغير تلات سنين أو أربع سنين بيلعب في عضاء التناسلية إن أم يتضرب يعني أو يتشيخت فيه أو إن إحنا نقوله المكان دا غلط المكان دا عيب المكان دا ما ينفعش ومن غير ما ينفهم ابني ليه غلط وليه عيب لأنه ربا في الوقت داوة حقوله عشان ما يعملش كده تاني فأنا ربا عشان ما يعملش الهد آه هو فعلا ممكن ما يعملش كده تاني بالضرب لكن هيفضل عنده الفضول ليه؟ ليه أنا بتضرب دلوقتي إيه الغلط إن أنا غلطته؟ إيه المكان دا ليه كده بتضرب عليه دايما لو إن أنا لو حطيت إيدي في عيني أنا مش بتضرب لو حطيت إيدي في بق إيه أنا مش بتضرب آه ساعت ماما تقولي شي إيدي من بقك تمام لكن ليه أنا بتضرب على المكان دا بزداد مخ الطفل مش مستوعب إحنا ليه شدينا الموضوع قوي كده بتوصل له أحسيس للجلزة العصب المشاعر؟ طبعا بتوصل له وبيحصل له لغبطة وبيحصل له إحباط وبيحصل له كبت يعني كل الأمور اللي زي دي إنه هو مش فاهم هو بتعاقب دلوقتي على إيه فدي حاجة وممكن تعمله إنه هو يبقى يستخبى مني عشان يحط إيده في المكان دا فلو جدته قعدة وزعقت له أو تعالي شوفي ابنك بيعمل إيه فالموضوع بيكبر أو إن ابني خرج عريان مثلا قلع البنطرون وإن إحنا نضحك يعني جدته تضحك جده يضحك عمه يضحك فالطفل إيه دا أنا عملت حاجة عجبتك فأنا بقى المرة الجاي حكررها هو مش إن الولد بيفكر تفكير أو إن هو قليل الأدب أو إن هو عنده حاجة في دماغه إنه عايز يعمل حاجة دي وهو عارف وبيعمل إيه غلط لكن هو حاجة عجبتك بسطتك خليتك تتحكوا اتشفت لإن دا احتياجة عند الطفل إن لفتت نظركوا فأنتوا بسطتوا كلكوا علي وسيبتلوا في إيديكم فأنا هعمل دا كل مرة بزبط فسواء كنت بتعاقب سواء كنت بتتحكوا فأنا دا شد انتباهكم فأنا هكرروا تاني فدي من ضمن الأخطاء طبعا لما بسننا أكبر من كده ولقيت ابني مثلا بيتفرج على حاجة في سنة مراحقة مثلا أكبر خطأ موة تعمله أو بابا يعمله إن أنا مش مصدق إن ابني بيعمل كده انت نزلت من النظر اللي ما شفتك بتعمل كده انت مش ممكن تكوني بنتي لنا مربيوها يعني كلام قوي يهز الصورة الذاتية عند الإبن أو عند البنت اللي هو بعد كده يعني يحسه بقى بالخزي والشعور بالخزي دا بقى مشاعر يعني أو تربة لأي أمراض نفسية فيه ما بعد والأي انحرافات جواي أو لأي كبت جواي إن انت أشعرتين أني عملت حاجة كبيرة من الكبائر اللي مش هتتغفر بس هي بالنسبة لأنت أخدت مسير خارجي فالحاجة دي غلط أصلا محرام فأنت إزاي تعمل كده لكن هي ما حسيتش إن هو الحاجة دي عملها غصبا عنه إن هي حاجة إرادية مبدأ لزة مشاعر عنده كتا عايزة تطلع فهو عمل كده المراهق اللي بتفرج على حاجة زي دي مش بيبقى بدافع إن هو عنده اللزة فهو راح يدور عليها في الإنترنت هي بتجيله وبتجيله من بدري يعني هي دي ودي المشكلة والمصيبة بتاعتنا إن هي بتيجي للأطفال من بدري قبل حتى ما الرغبة الجنسية عنده تكتمل مع البلوغ فلما الطفل بتعرض للصور اللي زي دي في سن مبكر بتعمل لي مشاكل جندة قوي وبتعمل لي فعلا إدمان الإباحية ويمكن أنا يعني الحمد لله دلوقتي أنا بشتغل من يعتبر كادر من كوادر واعي اللي هو مؤسسة كبيرة جدا بتعالج دلوقتي إدمان الإباحية كم الشباب اللي وقعين في الإدمان ده لا يعني عدد كبير قوي من سنة كم إدمان الإباحية أنا عندي طفل عنده 12 سنة وصل لإدمان الإباحية خلينا أقول لكم بل في بداية البلوغ أوه وممكن قبل البلوغ هي بمعنى كلمة الإدمان يعني حديك عرفها إدمان يعني حاجة كلمة كبيرة فعلا طب تعاملت معها إزاي مقابلة الأولى بينك وبينك في الزيت مش موضوع أني أنا تعاملت معها إزاي على قد ما إيه ما وراء السلوك ما وراء اللي وقعنا في دقي مثل المقابلة الأولى بينك وبينك ده اللي هو يرفضك يا تتقبل إن أنا مقدره إنه ما يحسش إنه هو عامل حاجة أنا يعني أهم حاجة إن أنا كان قبلاك على بعضك أنا مش مش شايفة إن إنت عملت إزاي عملت غلطة كبيرة فدي أهم حاجة إن إحنا نتعامل بيها مع الولاد سواء كنت أم وسواء أب أو كنت حتى معالج نفسي أو سلوكي مع الطفل إنه يبحث إنه هو مقبول رغم إنه هو عامل حاجة صعبة السؤالي كنت تسأله لي هو ده موضوع إدمان دي كلمة كبيرة قوي وشكلت الإباحية لو حد تفرج عليها مرة مرة بيجي للفضول إنه هو يكمل ده ومع التكملة مع الطريق السكة دي هو بيحصل الإدمان إنه هو خلاص بيتوقف يعني إنه هو أمانه أو إنه هو هدوء نفسي أو التعامل مع الضغوط يعني إيه اللي بيودخلنا في الإدمان أصلاً؟ مشاعر سلبية مشاعر وحدة وعزلة حاسناً أنا الوحدي فبتجه للإتجاه ده لما بتجه للإتجاه ده للأسف إحنا بنقع أما أنا كده يعني أما في حاجات كتير في حياتي حتقع مني يعني أنا ممكن إنه حيمسك التليفون أو يمسك التاب ويسيب مثلاً دراسة يسيب حاجة امتحان يسيب ممكن يكون معادة تمرين وما ينزلش عشان هو عدي يكمل اللي هو بيتفرج عليه فكده فعلاً في حاجات كتير كده حتقع صح جداً هو ده اللي بيحصل بالفعل لأن مع السكة دي ببتدي تركيزي يقل يبتدي إن أنا فعلاً مشغولة بالحاجة دي جداً ببتدي إن أنا أوقع علاقات اجتماعية إن أنا ببتدي أنسحب من موت شكورة هنزل لعبه مع أصحابي إن أنا أروح مع ماما وبابا عن دخاله أو نزور جده ما هتأثر بقى نفسين والجسدين طبعاً هو بس تأثير إباحية ودي إن شاء الله نعمل لها حلقة لوحدة بعيدة عن التربية الجنسية هي هتمنعني من جميع هي ليها تأثير عن مجتمع ليها تأثير على الدماغ يعني محتاجين الكلم دي بتغير مصارات في المخ ليها تأثير على النفس يعني حتى نفسي هو هيتعب نفسياً فليها تأثير على المجتمع وعلى الدماغ وعلى النفس طب هو يقدر حد يتغلب عليها بذاته ولا لازم بمساعدة أخر لا لازم بمساعدة يعني ما قدرش يتغلب عليها بذاته بس يعني عنده إرادة قوية قوي بس الموضوع ده بيقى محتاج ناس يعني إحنا في واعي مثلاً إحنا في موضوع العلاج الإدمان الإباحية بيبقوا ناس من نفس المشكلة فبيعرفوا يسندوا بعض بيقوا فاهمين بعض أكتر إيه اللي بيوقعنا إيه المشاعر دلوقتي اللي ممكن تاخدني في السكة دي محتاج منكو مسندة محتاج منكو تبقوا معايا إن أنا انتكست لأنه بيحصل انتكاسة الانتكاسة دي بيزبنة في علاج الإدمان مش إن أنه إنت ضعيف لا الانتكاسة دي ممكن تأويك بس المهم يبقى فلازم يبقى مسنود مع حد حالك تقصدي إن اللي بيساعد المضمن اللي بيجي الحالك في المؤسسة ناس تكون تعافت فعلا ناس متعافين متعافين لكن مش دا كترة مثلا بيبقى ليهم طبعا حد بيشرف الإشراف عليهم لكن في الآخر هم منهم فيهم بيسندوا بعض لكن في طبعا الإشراف على شارع يكونوا عدوا وأنا دا بيدي أمل للمضمن إن في حد خاض سكة وبطل وعارف يبطل في يعني إيه هيمنعني أنا كمان فيديله دافع طبعا 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 حضرتك بتفضلي في الفترة دي اللي عليك بيكون فردي أم لا جامعي مش موضوع تفضيلي أنا هو الإدمان حسب الحالة بتاعته لكن خليني أنا عشان نرجع تاني إن أنا بقول قبل ما نخش السكة دي ونقع في الإباحية أو إدمان الإباحية الوعي الجنسي والتربية الجنسية هتكون هي دي سمام الأمان يعني وقوع في الإباحية لإني ما كانش فيه وعي جنسي وفيه تربية جنسية وفيه ناس فهمة أنا ممكن بمر بإيه يعني ماما لما بتبتدي بنتها تكبر في سن المراهقة أو بابا لا دا بيرد علي لا دا يعني لازم يتعلم الأدب فيتبتدي العلاقة تبوز والعلاقة لما تبوز تجيب له مشاعر سلبية مشاعر السلبية دي هيخرجها فين فيخرجها مع أصحابه يعني بنعمل بقى واحد اتنين ثلاثة فيبتدي إنه هم يشجعوه على إنه يتفرج على أفلام أو إنه هم يبعطوله لينكات أفلام فاللي أنا أصدع عليه إنه قبل قبل ما نجرر لسكة الإباحية أنا في حياة أولادي فين قبل ما يحسوا لإني أسباب الإدمان إيه إيه التربة الخصبة بتاعت الإدمان إيه شعور بالخزي الوحدة والعزلة مشاعر سلبية إزاء جنسي أستاذها علوة أيها السلام عليكم وعليكم السلام أكيد طبعا هي سامعيك تفضل بجد بحييها جدا على إسلوبها الروحي وهدوقها النفسي وبتوصلها للمعلومة وربنا يجيزيها خير ربنا إسلاميليا فهم طيب كنت عايز أسأل الدكتورة بعد إذنك يعني تعال نتكلم معيها طيب كن إن أنا بدخل لأوليتي مرتك إذنية والحف من الله عز وجل والضغبة وإن أنا ما عاملش الأمر ده ربنا مطلع علي وفيما لك هليحسبني هل الإسلوب ده مرتك صح جنب الإسلوب لحضرتك تتبيني عليه فإن شاء الله كده يعني تبيني إن شاء الله بعد ده مأخل ما أحببك إن شاء الله شرفتين يا فمد هنجاوب على السؤال طيب تمام جميل إن إحنا نربط الحياة الدينية والروحانية في قلوب أولادنا ونحط البزرة دي عشان تكبر معي لأن ده جزء مهم جدا في إن أنا فيما بعد إن أنا حب ربنا يخليني معملش ده أو لما أعرف أن ربنا هيغفر لي فما يحصلش يأس وقنوط مشكلتنا في التربية بقى من الأم أو الأب إن ما خافت ربنا سبحانه وتعالى وخليك خايف من ربنا وإن ربنا هيعاقبنا على كده وإن نزدنا ده كبيرة من الكبائر أنا بدي له جرعة دايما فيها خوف من الله سبحانه وتعالى ببسط الموضوع يعني فخلينا آه يعني أهم حاجة نعم ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام يا فاندن ممكن أكلام الدكتورة؟ أكيد طبعا تفضلي هي سمعك؟ طب ماشي لو سمحت أنا عندي ابني يعني هو عنده 8-10 سنين بس لهذه التناثولي بتاعه تملي يعني يعني يلعب في جامل ألو سمعيك سمعيك الدكتور سمعيك آه يعني أنا أعمل معاه إيه أقول له ده غلطة وحرمه عليه وقت بضربه طب تمام في سؤال تاني حضرتك حابة تسأليه نعم في سؤال تاني حضرتك حابة تسأليه لا يعني أنا الوقتي ضغط عليه يعني برغط عليه وبرجع أنا أجلي نفسي أعمل إيه معاه حضرتك طيب الدكتور هترد على حضرتك حالا في السؤال مرسي كتير لاتصالك يا فاندن طيب ده معاكي الدكتين ترد على السؤال عشان الفكرة تكون انتهت طيب خلينا عشان أكمل إيجابة السؤال الأول فالأول نزرع جوه قلوب بولدنا حب ربنا سبحانه وتعالى طيب وديها بتبقى أقوى كتير في مراحل الطفولة فيما بعد تيجي الخطوة بعدها أن هم إزاي يتعاملوا بقى مع مخافة ربنا وأن هم يعملوا ربنا سبحانه وتعالى دايما حساب وأن هم يعوش في الغلط فدي حاجة مهمة يعني ان شاء الله السؤال دلوقتي بتاع عشر سنين وبيحط إيده بيبقى أنا طبعا بحب فين الأب يعني وجود الأب هنا بيبقى عامل مهم جدا جدا مع الولد ليه لأن كلام ماما مختلف تماما مع بابا بابا ليه بقى لأن بابا هو نفس يعني مش موضوع شديد على قد ما هو بابا نفس تكويني نفس تكويني بابا هيبقى متفهم المرحلة اللي بمر بيها الطفل ده أو العشر سنين إحنا محتاجين نعرف يعني إيه مشاكله في البيت إيه إيه احتياجاته في البيت علاقته إيه ببابا وعلاقته إيه بمامته عشان كده دايما بنقول إن الإبن بيروح للأم والبنت بتروح للأب عشان مختلفين في طبعا هو الولد بيبقى قريب من ماما يعني قريب بس هو لازم يستقل الزكورة والرجولة من بابا فبابا الوتد بتاعه اللي تسند عليه بابا لو قام بدوره صح أنا مش بخاف على الولاد أبدا لكن هي مشكلتنا في غياب الأب عن الاستيحة ممكن إن الأم تخبج عن الأب مخوفا إن الأب يزيد ضرب على الولد أو هو جديد معيهم فتقول إن لو قلت له حاجة زي دية الموضوع هيكبر مثلا الموضوع هيوسع هي عايزة تلمني الموضوع هنتكلم موضوع نفع حلقة واحدة عمزين كذا حلقة إحنا كنا سعادة بحضرتك جدا يا دكتور وإن شاء الله بإذن الله يكون بنا لقاء تاني عشان نتكلم بقى بتوسع عن موضوع الإباحية هنطلع في واصل ونرجع نشوف الفكرة التانية نتكلم فيه تاني